اشتركوا في القناة وفيه منهم لا يزال يستشهد فيه يستشهد شوف عليك انتبهوا إنما التوبة على الله شو يعني على الله واجبت واجبت أو جبها على نفسه كتبها على نفسه إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة شوفها بيعملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما هذول هذه الفئة اللي عيش بقول الله سبحانه وتعالى أو جبها على نفسه التوبة هذول تقدر تقسم بالله إنه بتوب عليهم طيب غير عن اللي جعلهم في المشيئة طيب في المقابل وليست التوبة شوف هناك التوبة اللي كتبها الله على نفسه أو جبها على نفسه وهون ما هو كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني فيه بيكتب على نفسه بس على فكرة ما كتبش على نفسه العذاب الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب على نفسه العذاب يكتب على نفسه الرحمة فهون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت شو قال قال إني توت الآن ولا الذين يموتون وهم انتبه هاي الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليمة طيب وين هذولاك وين اللي بينهم هذول اللي لحظة لما بحضر الموت بتوبوا هذول ما فيش توبة واللي بجهاله وبسرعة بتوبوا هذول في توبة على طول طيب ولي بينهم هذول المتركين للمشيئة إذن الناس ثلاثة ناس حساسين بيعملوا السوء بجهالة يعني مش قصد بيكون مثلا طغيان شاهوة كإذا تعطف وبسرعة بيمتبه يتوبونا من قريب هذول ما توب عليهم طيب واللي هذول لما بحضر الموت بيتوبوا اللي هلغرغرة يبدو ما توبش عليهم طيب افردوا أحد لا هو معحد أول ولا معحد أول شو بصير فيه لمعظم الناس هذول اللي ضمن المشيئة طيب ليش جيبتها الكلام لأنه في ناس ما فيهموش العاية لما قلتها في المرأة الماضية لما قالوا أرينا الله جهلا فأخذتهم الصاعقة بعدين وقف موسى يدعي الله سبحانه وتعالى فجاوبوا الله سبحانه وتعالى ايش قال له في الوحي قال عذابي أصيبوا بهم من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء الآن أنا بديش أناقش ورحمتي وسعت كل شيء بدي انتبهوا لا فسأكتبوها هم شو ظنوا سأكتبوها انه هاي مخصصة لها دول دون غيرهم لا هي مكتوبة لها لهم وغيرهم ضمن المشيئة كمان مرة هم بتصوروا انه هي وهذولاك كلهم راحوا بداية هيك فهموها انه سأكتبها يعني هذه الرحمة بدي أكتبها لهذول الناس والباقي بروحوا بداية لا هذه المكتوبة والباقي ضمن المشيئة يعني تفسر بالآيات اللي قلتها ما فيهموها شيء فيهموها انه كتبها طب نشوف لمن كتبها دككم فسأكتبوها يعني أو جبها على نفسي للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون طبعا نبدأ سأل افرض ناس مش متوافر فيهم التكوى يعني يؤتوا الزكاة لانه ليش قلت يؤتوا الزكاة فكرة الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون بيؤمنوا بآيات الله وبيؤتوا الزكاة لانه إذا قلت تركيت ممكن مسلمين بيدفعوش الزكاة يقول لك كفر كفر عشان ما خدوش معهم بهذا هذا يعني هو بيمكن بدفش بدفش أعسي الزكاة وشاعر بالذنب هذا بدهم كفروا اللي هو مش قضية مش قضية الكاد بصيروا بدهم هناك شبهاي شوف يؤمن ويؤت الزكاة يؤمن ويؤت الزكاة ولكن تكوى هذا معناته هذا ملوش رحمة ملوش رحمة لا هذا مش مضمون الرحمة أما ممكن الرحمة مشيئة الكلام عن ضمانة تستطيع اكتبوها تمام طيب بدي أستمر الذين شوفوا الأوصاف هاي اللي ذكرت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هذه أثريت أمة محمد وكأنه بكون هذا معناته اللي اتبعوا عيسر أحب داهية لأنه كاتبها لأمة محمد مشيئك ومعناته جماعة موسى برضو أحب داهية وأهل عمران يعني كمان إذا بتكون يعني طالما كاتب لأنه هايهم خليهم يعربوها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لغتان شو بدها تكون هاي كلها مش بدل بدها تكون لأنه مشيك هاي فتاكتبها للذين يتقون ويعطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول إذا والله مخصصة ولغيرهم لا معناته روحت كل الأمم المؤمن المؤمنة مشيك طيب وصلت الفكرة وما كنش لازم يرحم أبو طالب طيب طيب هكذا فيه كمان شوف لاحظوا شو بقول صاحب المنار لاحظوا شو بقول صاحب المنار وهناك رحمة خاصة يوجبها ويكتبها تعالى لبعض المؤمنين المحسنين ويبذل ما شاء منها لمن شاء بغير كتابة منه طيب إذا نتصوبنا الموضوع بيحتجوا فيها على موضوع مفسقة الرحمة والمغفرة طيب نأخذ الآن الآية اللي دائما برضو كلهم بطلعوا فيها بقول والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم يأسوا من رحمتي فجبت أنا بعض المفسرين أما الباجضاوي اسمها يعمال فيقول أولئك يأسوا من رحمتي أي يأسون منها يوم القيامة طيب فعبر عنه بالمضي للتحقق والمبالغة أركت الآن على فكرة أريد أن أخذ الرأي الثاني أو بعدما أقول لكم ليش الثاني الآن أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء هم في الدنيا يأسين أن يكون في بعث جزاء وهذا المعنى على فكرة اللي لازم يبدو فيه ليش لأنه يأسوا في الماضي ولا إيش هذول سيأسوا ولا يأسوا يعني زي إيش لاحظ زي إيش يجبوا لي جبوا لي آية كما يأس الكفار من أصحاب القبور يلا أشوف يأسوا من الآخرة لا تتولوا كوما المهم كما يأس الكفار من أصحاب القبور شو معنات يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور لاحظوا الكفار من ضمن المعنى يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور من بعض المعاني إنه هذول يأسوا أن يكون في آخرة فبالتالي بتلقيهم في الدنيا راحوا فيها بالطول والعرض لأنهم يأسين من إيش يأسوا من الآخرة كما زيهم مش التشبيه الآن كما يأس الكفار الكفار غالبا إذا متلهم ميت خلاص أنه برجعش كما يأس الكفار من أصحاب القبول هاي معنى الأصل أنه يقدم هذا المعنى ليش لأنه يأسوا في الماضي بشكل أنه يا أيها الذين آملوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يعيسوا من الآخرة هذول يأسين أنه في آخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبول وهي الآية إذن والذين كفروا بآياتنا الآن بتجمع بينهم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي ولذلك شو قالوا يأسوا من رحمتي في زاد المسير اللي هو إبن الجوزي شو قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي بالقرآن والبعث أولئك يأسوا من رحمتي في الرحمة قولان القول الأول الجنة يعني يأسين بتقولوا جنة؟ فيش جنة؟ وهذول لما يأسوا أنه فيش جنة معنى تبصيروا بدهم جنة الدنيا طيب والثاني قاله مقاتل والثاني يأسوا من العفو والمغفرة مش من الرحمة قاله أبو سليمان هون شو فسر الرحمة إذن؟ مش التخفيف لأنه إذا تعاقب خلاص لا غفر له ولا شيء طيب على أي حال طيب ما هو ما هو أصلا الكافر ما هو بأمنش بالآخرة ما هي الآية بتقول والذين كفروا بآيات الله ولقائه ما هم كافرين بآيات الواقع أولئك يعسوا وين تيعسوا؟ يوم القيامة لما بدهم يتحاسبوا بيأسوا وإلا في الحياة هم أصلا ما يأسين من أنه في آخر على القولين خلصنا كمان مرة ما هم بيأمنوش بالآخرة أصلا هم ما بيأمنوا بالآخرة فهم يأسين من إيش؟ إذا كان فعل ماضي ما هو يأسوا فعل ماضي يأسوا أنه يكون في جنة لأنك بدك ترغيبهم بالجنة بيقول لك شو جنة؟ شو جنة؟ هاي معناها أو إنه لما بيحضروا يوم القيامة وبتصير قدامهم ورأى لما بيروا العذاب ها ورأوا العذاب قدامها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعون طيب لحظة ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعون لا يجدوا على مصر طب ما في أي كمان ثانية لما رأاها إيش؟ مش فيها برضو لا يخفف؟ إذا وين تالتخفيف بكون؟ لما بصيروا هم هيك طب وين تبيروا العذاب؟ لما بدخلوا أو بكونوا في داخله تمام؟ فإذن فإذن هون هون مش معقول هذول يأسين إذا كانت في علم ماضي إنه هم يعصلا بيأمنوش بالآخرة فهم مش بيأمنوش في رحمة الله لأنه في الأصل هي ليش قالوا الجنة بعضهم؟ لأنه رحمة الله في الرحمة الحقيقية الجنة فهم في الدنيا يعسين من الجنة وبالتالي بيأملوا كل شيء أو إنه لما بيحضروا وبشوفوا بيأسوا طيب كيف بيحتجوا بهذا الكلام؟ خصوصا خصوصا أنت قاعد بتقول لما الله سبحانه وتعالى بقول لك ما بغفرش بشكل واضح وما تقول ما تستغفروش بشكل واضح طب هون انتو تستنبط تستنبط قاعد إنه إحنا ما نقولش إنه نطلبش الرحمة طب ما بيدلش ما هاي حتى إلها عدة معاني كيف يعني بتيجي وكنقلك إيش؟ هذه أدلة قاطعة هذا كفر هذا شرك شفت شفت الجرأة؟ طيب هو بجوز بن الجوج لما قال يأسوا من الرحمة يأسوا من مغفرة وعفو الآن يعني المغفرة والعفو هي من الرحمة لكن هو ذكر ذكر نوع من الرحمة يأسوا من هذين الأمرين من العفو والمغفرة إذن في عقوبة إذن في عقوبة هم يأسوا من العفو والمغفرة لما بيشوفوه مع أنه فعل يعسوا فعل ماضي الأولى إنه نقدم أني منهن ما هم بيأمنوش في الآخرة إنه نقدم طالما فعل ما ليش لأنه الثانية بدهم يبدوا يقولوا لك كيف يعني بيستخدم الماضي وبكصدوا المستقبل بس منبدأ في أني منهن إنه ماضي طبعا محتمل اتنين مقبولات لكن إيش الأصل طب طب لما يكون الأمور بهذا الطريقة كيف أنت بتبني حكم شرعي على مثل هذه الأمور ما عرفش هو ظل إشي مغطنهوش إذا سمحت عشان تاب على الكتب هاي أولئك سيرحمهم الله في الآية بذكر صفات أولئك سيرحمهم الله بيعترضوا إنه بس هدول إنه فيش رحمة غيرها ليش من قال من قال أولئك سيرحمهم الله معناته غيرهم غير مرحوم هاي وهابهم كيف يعني هاي وين هاي ما هو مفهوم المخالفة هذا بأخذوش في العلماء بهذه الطريقة كمان قضية صغيرة سمحت آه إنه ما ما سمعناش أو ما قرأناش إنه الصحابة ترحموا على أقرباءهم المشركين خليني هون إذن نعم أيوان ولا رسول خليني هون أولا لما يجو يزعموا إنه الرسول ما ترحمش طب الرسول تشفع أنا فا نعم سنين أقرباءهم المشركين أقرباءهم المشركين أقرباءهم المشركين أقرباءهم المشركين